وفيه مساعد ثرامب لن يتم فرض أي حلول خارجية على السودان قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي سريلستارد كبير المستشاري لإفريقيا بمجلس الأبن القومي قالها إن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية داعيان الحكومة إلى احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم كما طالب الجانب الآخر بالالتزام بالسلمية ذاتها وبحث مع مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم يوم الاثنين في القصر الرئاسي بالخرطوم سير المرحلة الثانية من عملية الحوار الأمريكي السوداني وأكد مساعد رئيس الجمهورية الالتزام بالحوار مع واشنطن في القضايا ذات الصلة والاهتمام المشترك كافا وقال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح الصحفية عقب اللقاء عقدت لقاء مثمرا وبناء مع مساعد رئيس الجمهورية وجئت لمواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الرعية للإرهاب في وقت قريب وضح السارتر أنه ومع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي وأنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان ولفت إلى أنه من خلال العمل المشترك سيجد البلدان الطريق إلى شراكة قوية يعني مساعد الرئيس الأمريكي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي يتحدث ويؤكد التزام الحكومة والتزام الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن بالحوار مع حكومة السودان ويطلب أيضا الصبر حتى إزالة اسم السودان من الدول الرعية للإرهاب في وقت قريب أنا أفتكر أن أمريكا فيه الكثير يمكن تعمله إذا كانت حقيقة بتنظر لما يحدث في السودان بعين الشفقة فأنا في تقديره هي من المسببات الأساسية قرارة بتاع أنه لا زالت تضع السودان في قائمة الدول الرعية للإرهاب والسودان فنيا إذا جئنا نظرنا للوجود في قائمة الإرهاب فنيا هو ما مفروضكم موجود لأن القائمة دي بتضم الدول التي ترعى وتدرب وكوميتد في الإرهاب يوميا يوميا والسودان بالعكس المجهودات التي يبزل لمقافحة الإرهاب ما بتبزل حتى دول عظمة ربما يكون هناك مصالح إقليمية كثيرة جدا جدا وراء الموضوع بتاع رفع السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب موضوع سياسي لا أكثر من ذلك ونتمنى أن أمريكا أن الاحتقان الآن حتى الحديث عن المطالبة بالوسطية الحكومة لا تمنع تعبير السلمي عن الرأي السياسي والمتظاهرين لا التزام بالسلمية حتى هي ذاته الفجلة الحياة هي احتقانات اقتصادية وسببها الأساس هو الضغطات الحصار الأمريكي الحصار لم يرفع الكلام على أنه رفعوا الحصار الاقتصاد والدعذا كان كلامي شاي لأنه الموضوع كله يترحل ترحلت كل الحاجات وجاءت للدفع الدارة غير مخاف فأمريكا إن كانت تريد أن تساعد الشعب السوداني في تحديد خياراته وفي انفتاحاته السياسية أنا أفتكر أنه كل الحاجات السودانيين قادرين أنه يحلوا مشاكلهم السياسية وقادرين أنه ينفتحوا وقادرين أنه يتداولوا سلميا في السلطة كله بعد الخروج من مأزق الضغوط الاقتصادية المصنوعة نعم يعني مساعد الرئيس الأمريكي وهو المساعد الخاص له تحدث عن عمل مشترك إذا انتظم بين البلدين وهذا طبعا في المرحلة الثانية من عملية الحوار الأمريكي السوداني البلدين سيدان طريقهما إلى شراكة قوية نحتاج الآن نحن فعاليا إلى إزالة اسم السودان من الدول الرائعة للإرهاب ماذا ستفعل الحكم السوداني؟ ما هو المنتظر منها؟ ما هو المأمول؟ وما هي الجهود التي تبقت حتى يتم أو تتم هذه الإزالة؟ والحديث كان تم يعني في عدة نقاط عن حقوق الإنسان عن العمل السياسي وقضايا اقتصادية قضايا عن الحريات الدينية عن الحريات الصحفية وده كلها قضايا مقدورة علينا أنا أفتكر أن السودانيين كان حكومة كان شعبا الأقرب لأنه يتعاملوا فير مع الأمريكان في المنطقة وأنا أفتكر أنه ما بتكون في أي معاوقات في أنه الناس يصلوا وفي الآن لجان شغالة في واشنطن من الفنيين السودانيين شغالة في الملفات دي وبيتتحاور وأنا أفتكر أنه في صعوبة في أنه يصلوا لحلول وأنا أمريكا والسودان يكونوا حلفاء استراتيجيين إذا ربنا جنبنا التدخلات الإقليمية لأنه أفتكر أنها مؤسرة جدا جدا في نعم شكرا جميلة أستاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع الشروري شكرا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك